موسيقى أهلا بكم خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل عبر العديد من المبادرات والإجراءات المتواصلة التي كان لها الدور البارز في نماء وتعزيز حق الطفولة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز الجهود في مجال حقوق الطفل وما تقوم به من دور بارز في هذه الأيام في تعزيز هذه الحقوق في ظل انتشار فيروس كورونا موسيقى وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج سعادة النائبة فاطمة القطري رئيسة لجنة الطفل المرأة والطفل في مجلس النواب للحديث عن هذا الموضوع المهم ولكن بداية دعونا نشاهد هذا التقرير ولقد علمت أن شؤونكم الدراسية على خير ما يرام ولله الحمد ولقد كنتم أيها الأبناء في مقدمة أولوياتنا لحمايتكم والمحافظة على سلامتكم منذ اللحظات الأولى لاحتواء هذه الجائحة رسالة سامية وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات شدد من خلالها على أهمية الاستمرار في تحصيلهم العلمي ومواصلة تعليمهم حيث يعتبر التعليم العامل الرئيسي في تخوين شخصية الطفل ومقوما أساسي في تهيئته فقد حفظ دستور مملكة البحرين حق التعليم لجميع المواطنين وحتى في هذه الظروف الاستثنائية من خلال التعليم عن بعد حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل من منطلق الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى وركزة الأساسية لبناء المجتمعات ونمائها وإن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة أيده الله الوالد القائد للطفولة عزز مكانتها ووضعها في قمة الأولويات وسياسات مملكة البحرين والذي يؤكد على الاهتمام بأولوية التعليم ودوره في صياقة مستقبل ونغضة هذا الوطن مملكة البحرين دائما كانت ولا زالت سباقة في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز الجهود في مجال حقوق الطفل وذلك في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله النابع من الإيمان الراسخ بأهمية التنشئة الصحيحة والمتكاملة للأجيال الجديدة جهود بارزة قامت بها مملكة البحرين سواء في مجال التعليم عن بعد وتخصيص محاضرات تقدم عبر القناة الرياضية عبر تلفزيون البحرين ومن خلال تقديم الجانب الصحي كما هو كان قبل ظهور فيروس كورونا وصدور التوجيه السامي بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية القرار الصائب والذي ينطلق من رؤية حكيمة بما حمله من مدلولات عميقة وغايات إنسانية رفيعة لحقوق الطفل والذي يؤكد النهج الواضح لجلالة الملك المفدى أيده الله بالحفاظ التام بحقوق الطفل والإنسان أهلا بكم من جديد وباسمكم ورحب بضيفتي سعادة النائبة فاطمة القطري رئيسة لجنة المرأة والطفل البرلمانية في مجلس النواب مسحك الله بالخير والسهلا مسحك الله بالخير والناور رحبا وسهلا يا أهلا وسهلا فيك لابد أنك استمعتي كما استمعنا جميعا للكلمة السامية التي تفضل فيها سيدي جات ملك قبل أيام في برنامج مجتمع واعي وخص فيها البحرين لكن كان هناك حديث خاص للأبناء والطلبة وذكر فيها كنتم أيها الأبناء في مقدمة اهتمامنا منذ اللحظة الأولى إلى أي مدى يبرز هذا ويعكس حرص مملكة البحرين وقيادة مملكة البحرين بالأطفال بشكل خاص في كل الأوقات وفي هذه اللحظات الخاصة التي نمو فيها جميعا مع جائحة كورونا الجلالة حفظه الله ورعاه يعي تماما أهمية المواطن والتعليم في هذه الفترة ويولي اهتماما كبير إلى الطلبة والطالبات لما تمر به من حالة استثنائية الحركة التعليمية وهي هذه الظروف التي تمر فيها العالم كأجمع هي ظروف يجب أن نتأقلم معها لكي نخرج بأقل التداعيات وأقل التأثيرات السلبية على مخرجات التعليم كل الشكل والتقدير إلى هذه الكلمة التي جاءت من جلالته في الوقت المناسب لكي يعي المواطن وكل طفل في البحرين أنه على رأس أولويات جلالته والقيادة الموقرة نعم يعني هذه الكلمة كانت موجهة للأطفال للطلبة والطالبات ولكن البحرين كلها استبشرت بهذه الكلمة لأننا في البحرين دائما نشعر بالطمأنينة والفرح حينما نشاهد ظهور سيدي جاءت الملك وكلماته خاصة في مثل هذه الأوقات التي فيها تحديات نشعر بأننا أسرة واحدة وهو والد الجميع كما نعلم جاءت الملك يعني وجه الطلبة أيضا بشكل مباشر لمواصلة التعليم وأعتقد هذه الشيء مهم لأن التجربة جديدة جديدة على الكل جديدة على وزارة التربية على المعلمين وعلى الطلبة أيضا وعلى الأسر ويمكن فيها شيء ربما من الصعوبة حتى لكن بالجد والاجتهاد المطلوب من هذه الطلبة اليوم راح إن شاء الله نقدر أن نحافظ على سير ومواصلة العملية التعليمية وهو ما يتحقق بإذن الله ويحقق يعني واحدة من أهم حقوق الطفل وهو أن يحصل على التعليم اليوم كيف تجدين إصرار البحرين وقرار البحرين بأن التعليم لن يتوقف وأن حق الطفل في التعليم سيستمر طبعا جهود فريق البحرين جهود جبارة حيث أن هي بدأت بوضع استراتيجية كاملة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا من ضمن هذه الاستراتيجيات هي ضمان وجود طريقة لتوصيل التعليم كون حق من حقوق الطفل وتطبيقه بأقل الخسائر أقل الخسائر على أطفالنا اليوم لمنع انتشار الفيروس من بينهم فمن ضمن هذه الاستراتيجيات التي أتت بمبادرة بغلق مؤسسات التعليمية يعني للحفاظ على صحة أطفالنا ومن جهة ثانية ضمان مسيرة التعليم عدم توقفها ومما يتطلب التعاون من كل الأطراف سواء الحكومة الموقرة أو الأسرة البحرينية لضمان مواصلة حلقة التعليم وعدم توقفها نعم والتعليم من الأمور التي البحرين أولتها اهتمام مبكر نعرف أننا أول دولة في الخليج بدأ فيها التعليم والعام الماضي احتفلنا بمئوية التعليم للتعليم مكانة كبيرة وحتى سيدي سمويل عدد دائما يؤكد على أهمية التعليم وهو صاحب مشروع إصلاح التعليم لذلك كان لابد من استمرار عملية التعليم وأيضا الحفاظ على سلامة الأطفال فكان التعليم عن بعد المسألة ليس سهلة لكل يمكن نسمع أحيانا بعض الأمهات أولياء الأمور يتكلمون أن المسألة فيها صعوبة أن الأطفال هذه شيء يديد عليهم فيمكن ما يحصلون التركيز الكافي خاصة إذا كانوا في سن صغير يعني يمكن اللي في الثانوية أو الجامعة أمورهم مختلفة عن اللي في السداء أو إعدادي لكن أي أن كان يعني إحنا رح نقيم التجربة لاحقا لكن اليوم مهم أن التعليم استمر ونتعب شوي سواء أولياء أمور أو غيرها وحتى المدرسين اللي يونوا يسجلون هذا شيء بالنسبة لهم شيء جديد لكن بنطلع بدروس هذا الفاتح رح نستفيد من هذه الأزمة التي مر فيها العالم نطلع بدروس نطور تعليمنا بعدين نطور أليات كثيرة في ترقي المعرفة ومصادرها ما تقولين حق الأمهات في هذا الوقت؟ رسالتي لكل أم بحرينية أو أم ترعى أسرها في هذه الظروف الاستثنائية أتمنى أن تتحلي بالصبر والكفاح والإصرار على ضمان حق طفلك من تلقي المعلومة بالطريقة الأمثل لاستمرار عملية التعليم تابعتي دروس التعليم التي تبث عبر قناوات تلفزيون البحرين أعتقد هي القناة الرياضية الثانية تحديدا هل تابعتي هذه الأستثنائية؟ أين 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 أم كماذا تجربة بالنسبة؟ كأم كمواطنة كمسؤولة في الدولة فيما يتعلق بحقوق نقول أننا يحتاج تكاتف من الجميع في هذه المبادرة الطيبة بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الإعلام في هذه الفترة البسيطة الوجيزة للتنسيق لبث الدروس عن طريق القنوات شيء يشكر عليه وهذه هي أبناء البحرين التي تقدر تعتمد عليهم في الأوقات الشدة وتقدر تتحدى فيهم الصعاب للخروج نفس ما قلت بأقل الصعوبات أو بأقل التكلفة أو بأقل التداعيات على مخرجات التعليم إن شاء الله هذه العملية ونحن دائما نكرر صعوبتها حتى على الأمور فعلا هي ليست مسألة سهلة لكن التعليم سيستمر وإن شاء الله من هذه التجربة نستفيد إن شاء الله في قطاعات كثيرة من ضمن الأشياء المهمة التي قامت فيها المملكة من أجل أيضا تحقيق وضمان حقوق الطفل هو ما تفضل به سيد جات الملك بالأمر بجلوس الأم وعملها من المنزل وذلك حفاظا على سلامتها وسلامة أبنائها وأيضا لأن الأبناء ليس في المدارس الأبناء اليوم في البيوت عشان ما يكونون بروحهم أو يكونون يعني مبمع أحد من الأهل يكونون مع غرباء كيف وجدتم ذلك بما يضمن حقوق الطفل طبعا هي مبادرة من المبادرات الإنسانية التي تتطلب منها الوقوف وشكر جلالته وشكر الفريق البحرين الوطني على هذه المبادرات التي أتت متكاملة ومتناسقة بعد إغلاق المؤسسات التعليمية حيث يستوجب على الأم أن تكون متواجدة مع أبنائها لضمان أولا مراقبتها إلى حياتها الأسرية وحركة التعليم إلى أبنائها من خلال مواقع التواصل إلى آخره والقنوات ومن جهة ثانية تقدر أن تتابع أمور العمل عن طريق أونلاين يؤكد لنا مدى حرص القيادة على حفاظها على كيان الأسرة واستقرارها فوجود الأم في هذه الفترة في هذه الحالة الاستثنائية بين أطفالها يحفظ كيان الأسرة يؤمن سير عملية التعليم ويؤمن سير عملية حياتها العملية فوافقت ما بين كل حاجة وتبقى الأساس هي حفظ كيان الأسرة وهنا أركز وأتقدم بجزيل العرفان إلى كل أم لم تستطع أن تخرج وتقعد مع أطفالها حالها حال الأم اللي بتشتغل وقاعدة حاليا مع أطفالها فيما هات يذهبون للعمل في قطاع خاص بسبب مثلا القطاع الخاص الصحة الداخلية كل آماننا معاكم أنتون جنود لهذا الوطن ويتأكدون أن نحن كمجلس تشريعي وكحكومة موقرة لن نتغفل عن هذه الجهود اللي يقومون فيها والتضحيات كونهم متاومين إلى الحين على رأس العمل وعندهم أطفال موجودين في البيت ويحتاجون إلى رعاية في لجنة المرأة والطفل البرلمانية هل ناقشتم أو تحدثتم عن هؤلاء الأمهات الآن خاصة في الصفوف الأمامية يعني في القطاع الصحي في وزارة الداخلية في إدارة الدفاع المدني في كل مكان هناك يعني النساء أمهات يعملون تركين عيالهم ويمكن أوقات مضاعفة يعني كان في السابق يعملون ثمان ساعات اليوم نسمع عن أكثر من 12 ساعة على رأس العمل جهد جسدي وبدني ونفسي كبير ويعودون لأسرهم وعليهم دور آخر هل فكرتم يعني هل ناقشتم هذا الموضوع طبعا إحنا في المجلس التشريعي دائما أمام أعيننا أي حاجة جديدة على أرض يعني تمس المجتمع المواطني فكل الأشياء اللي ذكرتها فيما يخص الالتفات إلى الأم البحرينية التي تضحي الآن بوقتها وبوقت أطفالها وتكون موجودة على رأس العمل لم يخفى علينا من اقتراحات من أمور ممكن أن هي تدعمها نفسيا وماديا لجنتنا إحنا في المجلس هي لجنة تشريع وترقابة وتعاونية مع الحكومة الموقرة مجلس العلل المرأة والمجتمعات المدنية ولكن لا يخفى عليك أن إحنا كلجنة تونى مخلصين قراءة إلى مشروع مهم يصب في مصلحة الطفل وهي مشروع القانون الإصلاحي للطفل المشروع يأتي من ضمن يقين الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي بمد أكثر وأكثر المضلة لحماية الأطفال وتعزيز إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين فيما يخص حماية حقوق الطفل هل هناك أي مشاريع أو اقتراحات تدرس الآن في اللجنة فيما تعلق بالأطفال وحقوقهم في هذه الفترة تحديدا؟ نعم بالتحديد في كثير من الاقتراحات وتونى أقول لك خلصنا قراءة مشروع مهم للغاية وراح يحقق نقلة نوعية ويسد فراغ تشريعي ويحقق خصوصية إلى الطفل في سن الطفولة نحن نعرف أن الأطفال يمكن بحسب سنهم ولكن الأطفال اليوم كلهم يعونوا في شيء مختلف حتى الأطفال الصغار من أربع أو خمس سنوات اللي ما غيرين هون روضتهم ما يطلعون من البيت ما يتزاورون مع الأهل يعوننا في شيء مختلف وكثير منهم يتكلمون نسمحهم يقولون أنه في كورونا ويمكن بعض الأهل يسمعون يقولون بالفعل بعضهم خايفين مفاهمين الصورة كاملة بس يعرفون أنه في شيء غير طبيعي غير مستحدث وغير طبيعي واللي ما يروحون للمدرسة يمكن من الأشياء أيضا السيدة فاطمة المستحدثة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير باتت في هذا الكل الكبير والصغير وبما فيهم الأطفال والأطفال نراهم يشعرون بما يدور حواليهم يعني من خمس سنوات يتكلمون عن في كورونا وخايفين بعضهم لأن يشوفوا حياتها تغيرت ما يروح مدرسة ما يروح روضة ما يتزاور مع الأهل وكثير منهم في سن معين لديهم الأجهزة الذكية ويستخدمونها ويعبرون عن رأيهم في وسائل التواصل يمكن شفنا حتى بعض الفواصل التي قام فيها الأطفال هل هذا يأتي أيضا من ضمن يعني يدرج في حق التعبير للطفل؟ طبعا نلاحظ هذا الشيء خصوصا على برامج خاصة بتلفزيون البحرين وسبقا ذكرت يعني شيء تشكر عليه الوزارة لتسجيلها هذه البصمة في حضورها في هذه الأزمة لتخطيها بأقل التكاليف أو بتأقل الخسائر الموضوع ما فيه أن الطفل يكون عنده إيمان بهذه المشاركة وهذه المبادرة أولا ينبع فيه قدرات الثقة بالنفس والحضور والتعبير عن نفسه إضافة إلى أن يحس نفسه أنه عنصر إيجابي في ظل التحدي الاستثنائي التي تمر فيه المملكة وهذا شيء جيد طيب وينمي فيهم قدرات كثيرة كثيرة أنت أخبر فيهم كإعلاميين تنمي فيهم القدرات والتعبير والمحادثة تقب النفس وأن يكون لرأي وموقف لكن أعتقد دور أولياء الأمور والأهلكم مهم في عملية الرقابة لأن السوشيال ميديا أكيد سلاحة وحدين هذا الشيء بذلك الفترة سمعنا كثير من الأشياء غير صحيحة انتشار لبعض الإشاعات وما إلى ذلك فمهم يكون فيه رقابة على ما يسمع الطفل ويشاهد لأن في بعض الأشياء قد تخلق عنده شيء من الخوف المبالغ فيه يعني بعض الأطفال اليوم يشعرون بالقلق ولازم حفاظ على صحتهم النفسية وما إلى ذلك في كلمة أخيرة أستاذة فاطمة كيف تجدين رعاية مملكة البحرين للأسرة كنواء أولى لهذا المجتمع ولا الطفل بشكل خاص وجهود المملكة الكبيرة التي تناولت كل الجوانب بما فيها حقوق الطفل والمرأة والأسرة في هذا الوقت جهود المملكة جهود جبارة حيث أننا نرى أن الكثير من الدول يعني سارعت وألغت مثلا حق التعليم ألغت الكورس الدراسي ألغت والآخر مملكة البحرين حاولت أن هي تكون كل المستحقات التي يستحقها المواطن سواء الطفل أو مواطن تكون موجودة ومعززة بطريقة أو بأخرى سواء حق التعليم أو حق الصحة أو حق التربية وإلى آخر طبعا هذا يأتي من اهتمام جلالة الملك وهذا الذي استشعرناه من كلمته أننا على أولوياته أننا في أيدي أمينة أن الأسرة البحرينية مهما كلف الأمر لن يتم التخلي عنها والتدابير الذي أخذته الفريق البحريني الفريق الوطني هذا الفريق الذي يتشرف فيه والكل يشهد بجهوده الاستراتيجية التي تم رسمها الأمور التي تم التخطيط إليها التي تثني عليها حتى الدول الخارجية النتائج اليوم التي نحرزها هذه أكبر دليل وأكبر أكبر دليل على حب القيادة والحكومة الرشيدة إلى الوطن والمواطن بما فيهم الطفل نعم وأيضا تأكيد على ضمان حقوق الإنسان كاملة في مملكة البحرين بما فيهم الأطفال حينما نشاهد الإجراءات التي اتخذتها المملكة ضمان الأمن والأمان في هذا الوقت ضمان الصحة بأعلى المعايير التي أشارت بها منظمة الصحة العالمية وكل دول العالم وأصبحت مملكة البحرين اليوم نموذج للدراسة والاحتذاء لم تغفل الطفل وحقوقها في التعليم لم تغفل المرأة وحقها في الأمن والأمان والحفاظ على الأسرة بوجود المرأة فيها والعمل عن بعد البحرين وضعت الصورة العامة لهذا المجتمع ومثل ما قيارتنا تكرر دائما أن القيادة الرشيدة وجاءة الملك باعوا كل شيء واشترعوا المواطن البحريني فهذا مجتمع فيه الخير وهذا مجتمع واعي وإن شاء الله نشوف هذه الجود كلها تتضافر ونتائجها إن شاء الله أن نعدي هذه الأزمة بأقل التكاريف بإذن الله في الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على هذه المبادرات الطيبة وأشكر جهود الفريق برئاسة سمو ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه كل الشكر والتقدير لك الأستاذة فاطمان قطري رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية شكرا جزيلا أهلا وسهلا كما أشكركم مشاهدينا على المتابعة أترككم في حفظ الله ورعايته في أمان الله شكرا جزيلا